فرنسا لم تتخلى عن دورها الاستدمار في تاريخ الجزائر فهي في المرحلة 132 سنة كان احتلال عسكري وبعد ذلك ومارست كل أنواع من استهداف الهوية الجزائرية فلا يوجد أشنع من الاستعمار الفرنسي في تاريخ الاستعمار في العالم فهو الذي استهدف الهوية واستهدف الثروات واستهدف الإنسان واستهدف كل القيم من أجل تغيير هوية الشعب الجزائري وبعد ذلك واصلت باريس بسبب أخطاء ارتكبت حتى عشية الاستقلال وأيضا أخطاء ارتكبت فيما بعد عن طريق إدماج ضباط فرنسا الذين فروا من الجيش الفرنسي وبعد ذلك احتلوا مراتب ووصلوا إلى أعلى المستويات بل أنهم صاروا حكام الجزائر وعبثوا بمستقبل الجزائر وعبثوا بمستقبل الجزائريين ومارسوا الإفساد في البلاد إذن يا لوبان فرنسا هي التي تتحمل المسؤولية أولا وقبل كل شيء تتحمل مسؤوليتها القانونية والتاريخية والأخلاقية والإنسانية على مرتكمته في جرائم على فطرتها أو تاريخها الأسود في شمال إفريقيا عموما وفي إفريقيا عموما بل وتحديدا في الجزائر وتتحمل الكثير من المسؤولية أيضا على مدار سنوات الاستقلال حيث لم تتوقف فرنسا عن التدخل في الشأن الجزائري وللأسف الشديد وجدت البيادق والأدوات التي ساهمت في هذا الأمر عند استفتاء تقرير المصير هناك الكثير من الجزائريين هناك الكثير من الجزائريين قالوا لا لاستقلال الجزائر وهناك للأسف العملاء والحركة الذين هربوا مع فرنسا كل أولئك خلفوا أبنائهم وربوا أبنائهم على بغض استقلال الجزائر وهؤلاء الذين تحاول لوبان أن تستثمر فيهم وتستثمر في أوضاعهم الاجتماعية وأوضاع السياسية للجزائريين من أجل أن تنفث سمومهم وتحاول أو تنفث سمومها فيهم من أجل حتى تحاول أن تظهرهم في مظهر الندم على الاستقلال